من جانبه ثمن البرلمان العربي مصادقة البرلمان السلوفاني على قرار حكومة دولة سلوفينيا لاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن واعتبر البرلمان العربي أن الخطوة تعد انتصارا جديدا يضاف لسلسلة الانتصارات التي حققتها الدبلوماسية الفلسطينية وتأتي في الاتجاه الصحيح نحو اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطين مشيرا إلى أن اعتراف سلوفينيا بالدولة الفلسطينية يمثل ردا عمليا على مخططات الاحتلال الفاشلة لتصفية القضية الفلسطينية في ظل حرب إبادة وتطهير عرقي وتهجير قصري بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة هذا ودع البرلمان العربي وجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدما في الاعتراف كخطوة نحو إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني